الفنان الكوميديان محمد محمود وقع ضحية في برنامج رامز موفي ستار اللي بيقدمه الفنان رامز جلال بالتعاون مع النجم العالمي فاندام واللي بيتم عرضه على شاشة MBC مصر طوال شهر رمضان برعاية الهيئة العامة للترفيه بالرياض وتعرض الفنان الكوميدي المجموعة من المواقف الطريفة وكمان استعبطه لحلقة البرنامج رامز جلال في مقدمة الحلقة كعدته مع ضيوفه صخر من محمد محمود وقال الشهرة تأخرت عليه وبدأ مسيرته وهو في العشرينات لحد معدى الستين وقال محدش شايفني ليه يا شوية مخرجين حس بالظلم وحاول الانتحار وشارك في أمير البحار اللي تشهر فيه وهو كبير الكوميديان الخطير محمد محمود وكمان علق رامز جلال ضمن أحداث البرنامج على اطلالة محمد محمود وقال يا ساتر مدرب حراس مرمى في فرقة مازمبي عنده نقص كالسيوم ده انت تاخدي مقاساته بالشبر محمد بعد ما غير اللابس تحسه أنه جاي يغير أنابيب في الكارفان الفنان محمد محمود جات له حالة من الهلع والخوف لحظة تنفيذ رامز جلال مقلبه في برنامج رامز موفي ستار خصوصا وقت ركوب العربية وقيادتها بطريقة مخيفة وسط صحراء الرياض وفضل محمد يردد العديد من العبارات اللي بتدل على الخوف الشديد من مفرقة الحياة لحظة تنفيذ المقلب وقال هنموت الله يخربتكم يخربت اليوم اللي شفتكم فيه ده أنا قلت هشوف بندان بيكسر الدنيا أتري بيكسرني أنا إيه الليلة السودة دي يخربتك ياخي ودرب محمد محمود رامز جلال لحظة اكتشافه المقلب وقال له انت قلبك شيطان يعني أنا لو موت كنت هتفرح ده أنا لو معي بيومه في وقات كان دافع عني أكتر من كده كنت بحب فندايم دلوقتي لا ومحمد محمود كوميديان من نوع خاص بتتسرب إفهاته لقلوب المشاهدين وتتعالى أصوات ضحكتهم لتصبح مجرد رؤية الفنان الكوميدي محمد محمود سبب كافي للضحك وأدوار كتير قدها محمد محمود تزهر في معظمها صغيرة لكنها بتعبر عن موهبة كوميدية فزة وفطرية وبتخلي الجمهور يضحك من قلبه وبتتحول إفهاته إلى كوميكس يتدولها رواد التواصل الاجتماعي وبتدور فكرة برنامج رامز موفي ستار السنة دي حوالين أقناع الضيفة أو الضيفة بالمشاركة فيلم أكشن وبيقوم النجم العالمي فندايم بدور البطل اللي بيواجه معاهم هجوم سكان البحيرة وفي حالة استضافة لعب كرة قدم بيتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير وبتعرض الضيوف بعد كده المطاردات سكان البحيرة بالدرجات النارية والسيارات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال الهروب بالعربية وكمان بيخوفهم رامز جلال اللي بيحل محل فندان في الخفاء بتعبان وفي النهاية بتتوقف العربية على حفة جسر معداني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر